ينضم إلينا من الخرطوم صديق دللاي رئيس تحيير صحيفة المستقبل الإلكترونية السودانية أهلا بك على الشاشة الغد سيد دللاي استمعنا إلى سيد برهان مواقع هذا الخطاب في تقديرك على القوى السياسية في السودان نعم هذه كلمة تجبه البيانة الأول وهي كلمة مفاجئة لخطاباته الصابقة ومن المؤكد المخصوط بالقوى التي تزعى لأي استثمار في الأزمة داخل الجيش السوداني مخصوط بها خصوم الثورة وهم الإسلاميين بطبيعة الحال والإسلاميين أنفسهم سلاس مدارس مدرسة تآمرية تريد أن تخفز على كل الحاصل بالمال وبما هم موجودين داخل الجيش وهؤلاء لهم هذه الرسالة بالتحديد مدرسة أخرى تريد أن تستثمر في السورة وتعمل عملا سياسيا وهذا ربما توجد لها فرصة وفرصة كبيرة جدا الخطاب احتوى على اعتراف ضمني وعابر بوجود مفاوضات والصحيح أن هناك تسوية ناضية ربما لم يحن الوقت لإعلانها كاملة حينما تفضل السيد البرهان وقال أن هناك مجموعة من الشباب يأتون إلينا ويتحدثون معنا بغض النظر عن هذا العبور السريع بوجود مفاوضات رسمية غطعت شوطا كبيرا ولكن هناك اعتراف مهم للقاية ونوعي للقاية حينما قال ووصفهم بأنهم وطنيين ولهم مشاعر صادقة اتجاه الوطن هذا هو الاعتراف الثاني بعد اعتراف السيد الفريق ياسر العطي حينما تم الهجوم على لنية إزالة التمكين أيضا قال أن ما عملت معه من الحرية والتغيير هم أنزه الناس هذه مرة أخرى شهادة كبيرة ومهمة في توقيت مهم جدا الناحية السالسة في وجود هذا الخطاب أنه أكد على وجود عدم التردد والمضيق قدما وعدم التاخير وهذا يعني أن الرجل عزم أمره على التسوية وكما تفضل وقال بوضوحا باستثناء المؤتمر الوطني وباستثناء كل من يريد أن يستثمر بوجود حركة انقلابية جديدة أنهم سيغفون ضده بحزم وعزم وجدية في هذه النقطة سيد الله النحية الرابعة في هذا الخطاب والمهمة جدا سيد الله كيف ترى توجيه السيد البرهان التحذير بشكل خاص إلى المؤتمر الوطني وإلى الحركة الإسلامية في ظل أن هناك أطراف تتهم الجيش بتقربه إلى هذه التيارات بعينها في السابق نعم نعم مرة سيد البرهان بمحاولات كثيرة منذ انقلاب 25 أكتوبر كانت هناك محاولات كثيرة لصناعة حاضنة بديلة ونسيان ما يسمى بالحرية والتغيير والشارع السوري ولكن من الواضح أن هذه الإمور فشلت نهائيا السيدة البرهان أيضا وصف المبادرات المصنوعة والهشة وحتى التي كانت تدعم السيدة البرهان ووصفها بأنها متضاربة وأنها تقتل الوقت ولا فائدة منها ولذلك غلل من جديتها وقال أنه لن يقضي كثير وقت في هذا الموضوع منذ أن أعلن أيضا السيد حميتي وهو جزء مهم من المعادلة السياسية الحالية وقال أنه يعتمد ويوافق على دستور الذي خرج من المحاميين وتم اعتماده بناء على التسوية القادمة أيضا في هذا الموضوع تأكيد بأن السيد حميتي وسيدة البرهان غد تعلموا الدرس وفهموا أن الحرية والتغيير والشارع السوري لا مناص من الاتفاق معهما والموضي معهما إلى نهاية الطريق في الفترة الانتقالية شكرا لك هناك أيضا نحية مهمة وهي أن الإسلاميين في هذا الزمن وربما في هذه الزهيرة لهم تكتيكات مختلفة وربما نتفاجأ بأمور كثيرة ولكن بطبيعة الحال أن القوات الأمنية والاستخبارات والمخابرات لديها استعدادات كبيرة لمقاومة أي مفاجأ على أي حال هذا الخطاب يجبها البيانة الأول وكما شهدنا في الأيام السابقة الحرية والتغيير وهي تقيم الندوات هذا يؤكد أنها لديها معرفة قوية بهذا الخطاب وأنها تزعى لوحدة الحرية والتغيير على أساس أن تنزل في ككتلة انتخابية حاسمة في الأيام المقبلة من الخرطوم صديق الدالاي رئيس تحرير صحيفة المستقبل الإلكترونية السودانية